الحديث اليوم عن تفاهمات بين الأكراد وحكومة دمشق هل نجحت التفاهمات العديدة السابقة في وقت مضى حتى يتم الحديث عن مفاوضات أخرى مع الأكراد؟ بداية المساء الخير لك والأستاذ المشاهدين ورفيق العمل في قناة الغد في السابق كان هناك اتفاقيات هشة بطبيعة الحال نتيجة عدد من العوامل أول تلك العوامل هو استمرار ريها ميليشيات قصد على البيات المتحدة الأمريكية النقطة الثانية الذهاب نحو مسعى ميليشيات قصد بإقامة إقليم انفصالة عن داخل السوري النقطة الثالثة هي تزايد التدخلات الإقليمية والدولية وتعقيد المشهد من حيث الصراع في المنطقة بشكل عام اليوم الظروف بدأت تتغير نوعا ما لا أقول بأنها تغيرت بشكل كامل ولكن هناك بعض الظروف التي أصبحت حاجة للذهاب نحو الحوار مع الحكومة السورية بشكل أو بآخر النقطة الأولى هناك ضبابية في الموقف الأمريكي نجد بأن بايدن أثناء الحمل الانتخابية يقول بأنه سيقوم بدعم ميليشيات قصد ولكن نجد بعد وصوله إلى الإدارة الأمريكية هناك بعض التصريحات التي بدأت تستشعرها ميليشيات قصد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقدم على التخلي عنها في مرحلة معينة في حال الوصول إلى صفقة شاملة تشمل منطقة بشكل كامل ماكورك المعروف بتشدده ومواقفه المؤيدة والمساندة للأكراد بطبيعة الحال هناك عدد من المسؤولين اليوم يعودون إلى الملف السوري وإلى الملفات الأخرى ولكن دعيني أعود بك إلى تصريح وليام بريك منذ أيام وهو السفير الأمريكي أو مستشار الأمريكي السابق في السفارة الأمريكية في سوريا وكذلك كان نائب جيمس جيفري في سوريا وتصريح حتى جيف جيفري منذ أيام عندما يتحدثون بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح في تحقيق أهدافها في سوريا وأن بقاءها في سوريا هو مؤقت بشكل أو بآخر وهذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستصل إلى نتيجة ضرورة الخروج من الداخل السوري ولسيما أن هناك اليوم عدد من العوامل المفجرة والتي قد ترتد سلبا على الولايات المتحدة الأمريكية النقطة الأولى اليوم غضب العشائري سواء كان من ميليشيات قصد أو من الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي تخشى الولايات المتحدة الأمريكية من عودة تكرار صراعها مع العشاء العربية والعملية الاستنزاف التي حصلت بعد عام 2003 في العراق النقطة الثانية اليوم بشكل أو بآخر تهتم الولايات المتحدة الأمريكية نقطتين إساسيتين هما محاولة احتواء النفوذ الروسي والنفوذ الإيراني وبالتالي اليوم نحن نتحدث عن إدارة ليبرالية تسعى بشكل أو بآخر الاستهداف العدو الأساسي وهي روسيا هنا نتحدث هل هنا أصبح سوريا أولوية ضمن إدارة بايدن أنا أعتقد بأن هذه المعطيات تشير بشكل أو بآخر بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستصل إلى نتيجة ضروط الانسحاب من سوريا هذا الأمر بدأت حتى ميليشيات قصت تستشعره بخاصة بعد تصريح وزارة الدفاع الأمريكية بأن القوات الأمريكية لن تقوم بحماية الشركات الأمريكية في سوريا ولكن في المقلب الآخر قد تسعى أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين تموضوعها التفاوضي طيب سيد محمد حتى عشرك ضيفي أيضا من واشنطن